الاهل يوزى مالك يوصلوا فينال الاهل تشكيلة بقت محترمة جداً جهاز فني عشان يبقى كلامي ضقيق جداً عشان بيتمسكش عليا بتتمسك الحاجات دي كتير يبدو يبدو انه جهاز فني جيد يبدو انه مدير فني جيد يبدو هتقول لي قلت يبدو ليه يعني عشان الاهل كسم مطشين في دور الابطالة افريقيا بقى المدرب جيد لا مش جاية يبدو الله اعلم باللي جاي طيب يبدو ليه فيه حاجات انا باحترمها في المدرب اللي هي ايه اول ما شوف الفرقة بتلعب اشوف حاجات محفوظة في الملعب فانا النهاردة والمبرأة اللي فاتت مع الاهل شفت حاجات محفوظة اول حاجة اللي حضرتك ولكم شايفينها الضربات السبت لا بقى فيها تكنيك وتكتيك وفيها شغل كبير جداً فني معمول فيه تحفيز معمول فيها شكاية كل الكرات السبتة للاهل الوقت بقت خطيرة جداً جداً فده شغل مدير فنجي واحد اثنين لو تلاحظ النهاردة والمباراة الماضية الاهل لا يعتمد كثيراً على الكرات الطولية الاهل مع سوارش كان بيعتمد على الكرات الطولية الاهل في اواخر موسيماني كان بيعتمد على الكرات الطولية وكنا ساعتها منطلع نقول مش الاهلي اللي يعلق كرة في الهواء الاهلي اللي يلعب على الأرض ويبني هجمات ويوصل للجول فده مع مرسل كرر الواحد شايفه ما بيلعبش كرات طولية طيب دي حاجة حاجة تالت تنظيم تنظيم الهجومي والدفاعي هتقول لي لا بس كان فيه كم هجمة خطيرة النهاردة على الاهلي صح بس دي بقى ترجع للحتة النفسية والزهنية عند اللعب المصري بشكل عام تضامن أنا جبت هدف واثنين فضامن للسعود خلاص فتبدأ الأمور يبقى فيها شوية مرونة مش رعونة مرونة تكتكية فيبقى فيه بعض الأخطاء بس لما تفرج على مباراة الزهاب اتحاد المنستيري هذا الفريق الخطير جدا هذا الفريق الكبير جدا هذا الفريق اللي ختم الدورة التونسي في المركز الثاني الموسم الماضي اللي تخطى الأفريق والنجم السحلي والصفاقسي وأندية كبيرة في تونس وكان خسر الدور بفريق نقطتين فقط عن الترجي ما قدرش يعمل هجمة واحدة في مباراة الزهاب في تونس قدام النادي الآن ده تنظيم عودة بعض اللاعبين عملت شكل حلو للأهل هتقول لي زي مين أول واحد طبعا أكرم توفيق طبعا رجولة وإخلاص وحماس وأداء فيه كل أنواع الروحة الحلوة يعني الروحة القوية يعني الرجولة في الملعب فيش كرة كده تحس أن أكرم توفيق كسل فيها مفيش كرة كده تحس أن أكرم توفيق أل خلاص ما أقول لجنبي هيشيلها هو رايح لكل كرة وبيتلعب منتهى القوة ونضج وتطور في مركز الزهاية الأيمن تعرفين طبعا أكرم مش مركزه الأساسي فأول مكسب للأهل في اللاعبين اللي عادوا أكرم توفيق محمود متولي حالة محمود متولي حالة بونا جيد بيلعب كرة كويسة هادي في الدفاع زاكي مع محمد عبد المنم عاملين شغلة حلوة جد حمدي فتحي حلوته وشطرته ومهارته في الكرات اللي زي بتاعت النهار ده كده هو شاطر أول في الكرات العرضية دماغه حلوة جد وبيزيد بيعرف يلعب تمانية وبيعرف يلعب ستة وديينجي بيعرف يلعب ستة وبيلعب تمانية شغلة في ناس النهار ده كتير يتكلموا على هو ليه بدأ باثنين لعبة ستة ستة ديفندرات يعني بيدفعوا أكتر ما بيهاجموا عامل سرية اللي نظريا هو اللي بيعرف يدفع ويهاجم هو اللعب تمانية بس هو في حالية القامل ديينجي بيعرف يعمل ده وحمدي فتحي بيعرف يعمل ده وده شفناه النهار ده في الاهل عبدالقادر أدأه جيد جدا مهارته حلوة بس بالتأكيد محتاج يعني شوية يلعب لزميله بس النهار ده جاب جول حلوة أوج أوج شادي في الفطر العبه كان هايل برونو سابيو حلو لسه لسه ما شفناش منه إبداعات كبيرة ولكن لمساته حلوة فدي مكاسب الأهل ترجمة نانسي قنقر